شكرا جزيلا أنا أعتقد أنه يعني استجابة اللاعبين كانت جيدة جدا في الفترة اللي استلمنا فيها المنطخب الوطني وبالتالي أنا أعتقد أنه ثبتنا اسلوبنا من مباراة زامبية البعض ممكن لم نستطيع مشاركتهم في المباراة بسبب التحاقهم قبل المباراة بيوم قسم من اللاعبين التحقوا يوم 21 الآخرين التحقوا يوم 22 والمباراة يوم 24 وأيضا كان لدينا سفر يوم 22 إلى السعودية على العموم أنا أعتقد المقارنة يعني ممكن نضيف لها بطولة كأس العرب أيضا لم يحقق أي فوز المنطخب تحت قيادة المدربين الآخرين مباراة الإمارات كانت بالنسبة لنا مفصلية أكدنا على النتيجة قد يكون البعض أشكال علينا على الأداء وبالتالي النتيجة كانت مهمة جدا أنه ليخلت مباراة نمال السورية هي الفيصل كان من المفترض الفوز وأيضا المنتخب الإماراتي المفروض يخسر أو يتعادل مع منتخب كوريا وهذا لم يحصل على العمومة نعتقد أن اللاعبين أدوا معا ليهم وأدينه مباراة مباراتين أو ثلاث مباراة حتى مباراة زامبية طيبة نالت استحسان المتابع الرياضي الكريم كابتن عندي سؤال الاتحاد العراقي قرر أنه للسنوات الأربعة المقبلة مدرب أجنبي هو الذي سيقود المنتخب كعبد الغني شهد المدرب المحلي يعني أولا هذا قرار اتحاد محترم يعني يحسبون حسابات أنه الفترة القادمة شنية الاستحقاقات اللي موجودة لكن أنا عندي وجهة نظر ممكن هذا المبالغ اللي تصرف ممكن أن يضعوها في فرق الفئات السنية ونبدأ نأسس ممكن أفضل من الخطوة اللي مقدمين عليها لأن أنا أعتقد هذه الخطوة هي هروب من المسئولية وذر الرماد في العيون لأنه يعني العمل المفروض يكون عمل تكاملي يعني في الاتحاد أو في المنتخبات الوطنية هو عمل متكامل أنا أعتقد أحنا ما عدنا أي رؤية بهذا الجانب بغض النظر عن سواء الاتحاد الحالي الاتحادات السابقة ووجهة نظري أنه المبالغ يجب أن نضحها في مكانها اللي ممكن أن نستفيد منها أنا أعتقد أي مدرب راح يكون يعني ردينا تجارب كثيرة ممكن مدرب أخذ كذا رقم ممكن مأدي 25 وحدة تدريبية هذا ليس بالصحيح العمل هو عمل بالأندية مهم جدا أن نوحد طرق اللعب يعني واحدة من الحلول اللي يجب أن يكون عليها الاتحاد يعني اسوة بالاتحادات المتقدمة أنه يكون أكو عنده سلطة على آلية الدوري وتوحيد نظام اللعب اسوة بنظام المنتخب الوطني هذا مخترح ممكن معمول به في بلدان مجاورة وممكن معمول به في دول متقدمة لكن احنا ما أعتقد راح نصل إلى نتائج لأنه مسؤولنا مسؤول فيسبوك مو مسؤول يعني هذا على نطاق واسع مو على نطاق فقط الرياضة الآن الفيسبوك هو اللي يحكم أتمنى يعني تستحملنا اليوم طبعا لدي فوق أسئلة كاترين واحد من الأسئلة اجتمعوا المحللين كثيرا في القنوات وقالوا عبدالغني شهد كاترين عبدالغني شهد أخطأ في المباراة الأخيرة أمام سوريا بزج بأربع لاعبين خط وسط أو أشباغ أيضا أو شبغ وسط وكلهم يلعبون بالرجل اليوم يعني أنا شاهدت كثير من الأخوان المحللين يعني كانت هناك إشادة راقية وجيدة جدا وواقعية يعني نحن نشوف المباراة وبعدين أتكلم هذا ما أنا ما أعتبره يعني قدما شاهد مباراة يعني راح تكون أنت وصف إليك مثل الصحفي لكن قبل المباراة أكت تساؤلات طريقة لعب الفريق المنافس كثير من الأمور أما لشكهل على كل اللاعبين برجلهم اليمين يعني يمكن خلي أيضا يعترض على ريال مدريد يمكن كل اللاعبين الوسط مالتهم أيضا يلعبون برجل اليمين فهذا أحنا أولا الأراء محترمة لكن أنا أعتقد أنه كثير من الأخوان المدربين المحللين هم أصلا مدربين أشادة كبيرة وأنا أعتز بيها وأشكرهم جميعا كابتن انتشر فيديو السيد وزير الشباب الغياظة رئيس الاتحاد الكابتن عبدالغني شهد إنه وجه أو طلب من كابتن عبدالغني شهد ينزل زيدان أخبال أو قوقية كابتن شون أنت يعني ديتش اللحظة شون قام شعورك أو شون الموقف الثلاثية يعني أولا أنا ما ما سماعت هاي الحالة ولا أعرف فيها إلا من وصلة بغداد يعني أخذها ممكن على ثلاث احتمالات وبعدين أرجع أوضح موضوع سيدان وشل الاتفاق مع الأخوان في الاتحاد عليه أو خلي أبدي بي يعني الاتفاق مسبقا أنه كان رأيي أنه يذهب للأولمبي وأبلغوني أنه لا أكون مباراة واحدة يسجل يسجل كلاعب حتى يتمكن أنه دائما يبقى في المنطقب الوطني فهذا الاتفاق اللي بيني وبين الاتحاد على موضوع اللاعب زيدان بعد مباراة الإمارات رفضوا الاستمرار وكان رأيي هو أنه يجب أن يبعد من الفريق وباليوم التالي جاء ومع المدربين المساعدين للأخوان رزاق وحيدر واعتذر وكثير من الأمور مهمة جدا تكلم بها تكلم كلام مع لاعب واعي يفهم مسؤولياته لكن بعض الأحيان الذين بينا يعني أنا تكلمت معه مفرد قلت له ابني لا يحرقوك مثل ما حرقه وياسر قاسم ياسر قاسم كان 2015 أفضل لاعب وسط بالعراق بعدها قمنا نجيبه للملاعب وقمنا ما أدري نفتر ورا وهلي بيك هلي إلى أن بعد 2015 شنو ياسر قاسم هذا اللاعب نفس الشيء يعني اتكلمت معه لاعب مؤدب يفهم شنو تكلم بعض الأمور اللي يعني قال كنت أتمنى أنه أنا من أجلس أو أكون خارج التشكيل فقط واحد يتكلم معاي وهذا يعني شيء ما بي يعني ما بي يضير على لكن المشكلة أنه المسؤول يقول له المدرب ناسيك أنا ما أتعذر من اللاعب ولا أنت لك حق تتكلم أنه المدرب شون لا مدرب ينسى ما يعني أنه يقول ينبرر له أنه ناسيك لا لا قلت له يا ابني أنا ما ناسيك ولا ناسي أي واحد فلذلك هو الاعتذر عن المسألة اللي حصلت بعد مباراة الإمارات ووعد أن يكون هو أن يكون إيجابي مع الفريق وهذا اللي حصل الأمور الأخرى اللي حصلت بعد مباراة سوريا يعني البعض نحن نشجع منتخب العراق أو نشجع لاعبين هو لاعب أنا تكلمت معه قلت له أنت ممكن أن تكون مشروع نجم لكن مو الآن يعني مو بالعشر أيام أو هو التحق به قبل يومين وأنا عندي مبارايات مفصلية هذا لا يعني ما يلغي أنه هو لاعب موهوب لكن لاعب موهوب ممكن أن يكون في المسابقات القادمة هذا استحقاق مهم جدا يجب أن يكون لاعب اللي يفهم ما نريد ممكن هو يعني ما متدرب معنا ما يعرف يعني بعض الأمور المهمة فلذلك هو كان خارج الحسابات أجي على الجواب عندي العفو على جوابك للحالة اللي حصلت من الكابتن عدنان أولا يعني إذا كان يقصدها عندي كلام آخر وإذا كان ما يقصدها أعتبره من الجمهور وأتقبلها لأنه الجمهور كل شي يتكلم وإذا ما المودة ما الهس صورني وأنا ما أدري هذا النموذج الثالث فلذلك إذا كان يقصدها الحمد لله ما سمعت الكلام داخل الملعب لأنه إحنا كعراقيين يعني في بلد آخر يعني ممكن تكون ردة الفعل تليق تليق بالتصرف إذا كان هو يقصد هذا الشيء وإذا كان ما يقصده إذا كان متحمس يريد النتيجة ويريد كذا هذا أصلا هو مو من حق ولا بعد ميس سنة يقدر يتكلم معاي هذا الكلام لا هو ولا الأكبر منه ولذلك الخيارات الثلاثة موجودة إذا كان ما يقصد أحتبره جمهور وإذا كان صورني وأنا ما أدري يخاف من كم بيج وكم فيسبوك هذا الشيء أميض وإذا كان يقصد اللي ما يحترم الناس ما حد يحترمه كابتن عندي سؤال الكثير من الجمهور والناس وأيضا والد بعض اللاعبين المختلفين أنا أسميهم المختلفين يقولون عبدالغاني شهد يعني عذراً لها تلمة يكره اللاعبين المختلفين واعتمد على الحرس القديم ورجعهم للمهتقى حرس القديم خمسة منهم في تشكيلة الاتحاد الآسيوي والمغتربين أو المحترفين واحد من النماذج جيدة جداً جسثاً لاعب مثال اللاعب المثقف اللاعب اللي يفهم كرة القدم يعني هو كان واحد من خياراتنا علي الحمادي كان خيارنا في مباراة الأمارات لأنه الفريق الأمارات امتد علينا ممكن تصير مساحات فأيضاً هذا اللاعب الثاني وكل المغتربين كل المغتربين اللي تتكلم عنهم باستثناءات بسيطة من استدعاء عبدالغني الشهد للمنتخب الأولمبي عبيب تقيم تجربتك هذه مع المنتخب الوطني تقريباً عشرين يوم وياً المعسكر الداخلي اللي صار شون يحكم عبدالغني الشهد على هذه تجربة وهل يحتاج التجربة الثانية يعني أولاً أنا ما قيم نفسي أكيد يكون أكيد الفترة فترة مهمة جداً بعد ما كان دائماً ما يكون حارس مرمى هو مالتنا أربع مرات بالتشكيلة الاتحاد الأسوي الآن أصبحت حراس مرمى الخصوم تكون بالاتحاد الأسوي المباراة الأخيرة كان حارس مرمى الفريق السوري فعدما ما كان تكون عدنا ولا هجمتين ولا ثلاث مرات إحنا عدنا محاولات على الهدف صار الفريق المنافس هو اللي بوضعية الدفاع فهذه أمور أنا ما ريد أتكلم عنها كثير من المحللين كثير من المدربين اللي يفهمون كرة قدم أنطوا استحقاقنا وأكثر وأنا أخطأت أو انخفقت في شيء لكن للبعض للبعض أقولهم الفريق المتكتل خلي شوية أنطيكم أشياء لأن البعض لا يعرفون كرة قدم يعني لابس قاط ورباط وهنا زيادة مهاجمين وهنا دافعت الفريق المتكتل لدينا أربع طرق حتى يعني ويا مرة عندك لعبين مهارين مرة الكرات الثابتة ومرة التزديد من خارج منطقة الجزاء ومرة الكرات الجانبية وكل هن استخدمنا بهذه المباراة ما هناك شيء خامس فأنت إذا ما تعرف إنشاء هذا لك الجواب أما بالنهاية أشكر كل أخوان الجهاز الفني المحل العندري المترجم الأخوان المدربين أحمد جاسم رزاق حيدر كل الأخوان اللي موجودين وأشكر الكابتن يونس محمود المتعاون جدا معنا عندي سؤال الكثير يقولون أن يونس محمود كثيرا يتدخل قرارات أبدا أشكر يونس الكابتن يونس محمود اللي كان خير مثال في الفترة اللي معنا وكان إيجابي دائما وأتمنى على الخير والتوفيق إن شاء الله أول شيء الكادر الإدار اللي هما محمد عماد وأيضا غيث محترمين جدا أنا أريد تجربة ومهنين مهنين جدا أنا محترمين مو قضية تصدقائي لا لا مهنين إلى أبعد ما يكون لكن نحن دائما نحتاج ناس ممكن تمسح أكتاف الناس دولا ممسحون أكتاف ودائما دولي من الطاقات اللي أنا أعتز إنه كانوا معاي بهذه الفترة ووفروا كل شيء بس بس ما جاوبتني بس ما جاوبتني شو قد يقيم عبدالغلي شهد تجربة من عشرة وهل يحتاج لها تجربة أخرى لا لا أنا ما قيم نفسي أبدا أنا كعبدالغلي شهد لا لا ما قيم نفسي أنا هذا الكلام يعني أنا أعتقد أن الجمهور والرياض العزيز ومتابع الكريم أنا أعتقد أنه الفترة العشر ثيام ما سوى منتخب لكن أكو عمل كبير ينتظر البلد بصورة عامة ذر الرماد في العيون يعني ما أعتقد بعد أتمنى التوفيق إن شاء الله للكرة العراقية آخر سؤال وهو مو مني لكنهو يقولون بالقنوات عبدالغني محتاج فوز شو أني لعبوا بخمس مواد مدافعين وقدامهم بثنيرتكاز يعني سبعة دفاع أنا أسأله شيء يعني أكو أسئلة جمهور وكو أسئلة من ين لكن أنا حبيت أنهو عبدالغني شهد بعد ما أكمل المهمة ما لتوهاي يوضح ما يحتاج له لتوضح شكرا ما يعرفون شين هي كرة القدم أجاوبهم